السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبع قناة تعلم والسفيد مرحبا بكم في دراسة النص الوظيفي الطاقات الأحفورية إذن كالعادة نبدأ بألاحظ وأتوقع إذن لدينا ماذا تشاهدوا أو تشاهدين في الصورة إذن الصورة المطلوبة مشاهدتها هي هذه إذن ماذا تشاهدون في هذه الصورة علاقة بالعنوان الطاقات الأحفورية إذن في هذه الصورة كما نلاحظ هناك سفن إذنها سفينة سفينة وسفينة أخرى إذن هناك سفن خاصة بالبحث عن الطاقات الموجودة في أعماق البحر كذلك نلاحظ منصة خاصة بإنتاج و باستخراج الطاقات أو الطاقات الأحفورية من المياه العميق إذن هذا ما تدل عليه الصورة هناك سفن خاصة بالبحث عن الطاقات الموجودة في أعماق البحر وهناك أيضا منصة لإنتاج أو لاستخراج الطاقات من أعماق البحر إذن سنقول ماذا تشاهدين في الصورة؟ سنقول أشاهد في الصورة سفنا خاصة بالبحث عن الطاقات الموجودة في أعماق البحر واستخراجها إضافة إلى وجود منصة إنتاجية في المياه العميقة إذن كما قلنا عندنا هذه السفن وعندنا هذه المنصة الإنتاجية إذن هذا ما نلاحظه في هذه الصورة ثم بعد ذلك الذين بماذا يوحي لك العنوان؟ هذا العنوان الطاقات الأحفورية الطاقات الأحفورية إذن من هذه الأحفورية ممكن نستخرج واحدة للكلمة وهي الحفر والحفر يكون نحفر للوصول إلى باطن الأرض ونستخرج من باطن الأرض الطاقات طاقات موجودة في باطن الأرض ومعادن كذلك نستخرج معادن كذلك إذن الطاقات الأحفورية فهي طاقات التي تستخرج من باطن الأرض عن طريق الحفر وسنقول يوحي العنوان بالحديث عن الطاقات التي تستخرج من باطن الأرض عن طريق الحفر إذن الطاقات هذا هو معنى الطاقات الأحفورية الطاقات التي نحفر في باطن الأرض ونستخرجها من هناك ثم ثالثا لذين هل للعنوان علاقة بالصورة إذن هذا العنوان الطاقات الأحفورية هل له علاقة بهذه الصورة؟ إذن طبعا فله علاقة بالصورة له علاقة بالصورة لماذا؟ لأن الحقول النفطية حقول النفط والطاقات فهي لا توجد في البر فقط واليابسة فقط بل توجد أيضا في أعماق البحر وفي المياه العميقة إذن سنقول نعم هناك علاقة بين العنوان والصورة لماذا؟ لأن الطاقات الأحفورية توجد حقولها أيضا تحت قاع البحر وفي المياه العميقة كذلك ثم رابعا لدينا ماذا تتوقع من النص؟ إذن من خلال العنوان ومن خلال الصورة ومن خلال قراءتنا الأولية للنص ماذا نتوقع منه أن يتحدث عنه؟ إذن سنقول مثلا أتوقع أن النص سيتحدث عن تطور البحث والتنقيب عن الطاقات الأحفورية إذن تطور البحث إذن كأننا نقول في السابق كان البحث بسيطا وعشوائيا واليوم أصبح البحث متطورا وأكثر اعتمادا على التقنيات الحديثة إذن سنقول أتوقع أن النص يتحدث عن تطور البحث والتنقيب عن الطاقات الأحفورية ووصف كيفية استخراجها قديما أي في السابق وحديثا أي حاليا إذن المرجو منكم قراءة النص عدة مرات من أجل الوقوف على أفكاره وبعد ذلك سنشرع جميعا في إنجاز الأنشطة المرتبطة به إذن كالمعتاد نبدأ بأغني معجمي إذن المطلوب منه أكمل شبكة المفرادات إذن عندنا كلمة منجم إذن سنأتي بكلمات أخرى لها علاقة بالمنجم إذن المنجم فله علاقة مثلا بالعمال إذن عمال عمال المنجم ثم أيضا المنجم له علاقة بالتنقيب تنقيب عن المعادن وعن الطاقات إلى غير ذلك ثم أيضا هناك مناجم خاصة بالفحم الحجري إذن الفحم الحجري نستخرجه من المناجم ثم أيضا معدن إذن من المناجم نستخرج المعادن إذن معدن ثم أيضا المناجم يتم حفرها في باطن الأرض إذن ديرحت باطن الأرض ممكن نضيفها ممكن أيضا نضيفه حفر إذن المنجم يتم حفره إذن هناك حفر ممكن أيضا نضيفه استخراج الطاقة إلى غير ذلك من الكلمات اللي عندها علاقة بمعجم أو بكلمة منجم ثانيا آتي بالكلمات من عائلة تنتج إذن هناك كلمات عائلة تنتج سنأتي بكلمات تتضمن الحروف الأصلية في كلمة تنتج لها النون والتا والجيم مثلا سنقول ككلمات من عائلة تنتج مثلا سنقول إنتاج ثم منتج أيضا ممكن نقوله منتج ممكن نضيفه أيضا منتوج ناتج نتيجة نتاج نتاجة إلى غير ذلك من الكلمات اللي كتتضمن النون والتا والجيم لهي أصل هذه الكلمة ثالثا لدينا ما جمع المفردات التالية إذن عنا وقود إذن وقود ما هو جمعها إذن وقود جمعها وقود إذن وقود وقود ثم عنا كلمة منجم إذن منجم جمعها مناجم حقل أيضا جمعها حقول مصدر إذن مصدر جمعها مصادر منصة إذن منصة جمعها منصات وبطن جمعها بطون إذن هذا ما يتعلق بأغني معجمي إذن ننتقل للفهم أفهم إذن السؤال الأول ما الوقود الأحفورية المذكورة في النص إذن سنعود إلى النص ونقف على الوقود الوقود الأحفورية المذكورة فيه إذن في بداية النص نجد معظم الطاقات التي نستخدمها في البيوت والمعامل مصدرها الوقود الأحفورية من فحم ونفط وغاز طبيعي إذن هذه الوقود الأحفورية المذكورة في النص فالبنزين هو نفط والمعزوت كذلك من النفط إلى غير ذلك إذن هذه الوقود الأساسية الأحفورية المذكورة في النص إذن سنقول الوقود الأحفورية المذكورة في النص هي الفحم والنفط والغاز الطبيعي ثم لدينا السؤال الموالي لدينا كيف كان التنقيب يجري في القديم إذن أيضا سنعود إلى النص ونبحث عن ذلك إذن لاحظوا معي في الفقرة الثانية لدينا في البدايات كان التنقيب عن الفحم والنفط والغاز يجري خبط عشواء إذن كان عشوائيا يجري خبط عشواء أي كان عشوائيا يخطئ حينا ويصيب حينا آخر وكان حفر البئر أو المنجم هو السبيل الأوحد والأكيد لمعرفة ما إذا كان هناك وقد أحفورية تحت الأرض في موقع ما أما اليوم فالتنقيب إذن هنا غيرترنا على حاليا إذن في القديم كما رأينا فالتنقيب كان يجري خبط عشواء أي كان عشوائيا يخطئ حينا ويصيب حينا آخر ولذلك يمكن أن نصوغى جوابنا هكذا سنقول كان التنقيب يجري في القديم كيف عشوائيا يخطئ حينا ويصيب حينا آخر ثم السؤال الموالي السؤال الثالث لدينا ما الأساليب الجديدة في التنقيب عن النفط إذن أيضا سنبحث عن ذلك في النص إذن سنكمل أما اليوم فالتنقيب عن الوقود الأحفورية يعتمد الأساليب العلمية إذن هناك أساليب علمية تعتمد على إذن بمسح الأرض وتخطيطها جيولوجيا بمختلف الأجهزة المغناطيسية والزلزالية لتحديد المواقع التي يرجح تواجدها فيها إذن سنقول على أن الأساليب الجديدة في التنقيب عن النفط ما هي؟ هي مسح الأرض وتخطيطها جيولوجيا بمختلف الأجهزة المغناطيسية والزلزالية لتحديد المواقع التي يرجح تواجده فيها ثم السؤال الرابع إذن السؤال الرابع لدينا كيف أصبحت المناجم الجديدة اليوم؟ إذن أيضا طلاقا من النص إذن في النص لدينا في المناجم البدائية في المناجم البدائية كانت الأعمال تجري يدويا لكن مناجم الفحم الحديثة أي مناجم اليوم تزخر بالآلات والتجهيزات التي تقطع الفحمة أو تدعم السقفة أو ترفع الفحمة إلى سطح الأرض أو تنقل عمال المناجم من وإلى الواجهات الفحمية ورغم ذلك فإن تعدين الفحم لا يزال عملا شاقا وخطيرا إذن كيف أصبحت المناجم اليوم؟ إذن أصبحت تزخر بالآلات والتجهيزات التي تقطع الفحم إلى غير ذلك إذن عموما سنصغ جوابنا على الشكل التالي إذن سنقول أصبحت المناجم الجديدة اليوم تزخر بالآلات والتجهيزات التي تقطع الفحمة أو تدعم السقفة أو ترفع الفحمة إلى سطح الأرض أو تنقل عمال المناجم من وإلى الواجهات الفحمية إذن الآن السؤال الخامس ما الفرق بين منصات التنقيب البرية والبحرية؟ إذن انطلاقا من النص سنقول مثلا الفرق بين منصات التنقيب البرية والبحرية إذن منصات التنقيب البرية خاصة بالنفط الموجود في باطن الأرض محتبسا تحت ضغط عالي أما منصات التنقيب البحرية فهي خاصة بالحقول النفطية الموجودة في قاع البحر حيث تقام محطات إنتاجية مشاطئة كما تستخدم سفن حفر خاصة في المياه العميقة إذن هذا موجود أيضا في النص سادسا لماذا نسمي الطاقات المتجددة بالطاقات المستدامة وبالطاقات الخضراء؟ إذن الطاقات المتجددة بحل الطاقة الشمسية الطاقة الريحية الطاقة المائية إلى غير ذلك إذن لماذا نسميها بطاقة مستدامة؟ إذن طاقة متجددة بمعنى دائما مستمرة وموجودة ولا يمكن أن تنفد وأيضا نسميها بالطاقات الخضراء لأنها صديقة للبيئة وطاقات نظيفة وغير ملوثة إذن سنقول نسمي الطاقات المتجددة بالطاقات المستدامة وبالطاقات الخضراء لأنها تتجدد باستمرار إذن دائمة الوجود ويمكن أن تستمر في التواجد مستقبلا إذن أيضا يمكن أن تستمر مستقبلا أيضا بحيث تتولد من مصادر طبيعية وبشكل دائم كالشمس والرياح والمياه إضافة إلى أنها طاقات نظيفة وصديقة للبيئة لا ممكن أن نضيفه إضافة إلى أنها طاقات نظيفة وصديقة للبيئة ثم السؤال الأخير لم يتطرق النص للأخطار التي تهدد العمال في المناجم أذكر بعضها إذن سوف نذكر بعض الأخطار التي تهدد العمال في المناجم إذن مثلا العمال في المناجم يواجهون بعض الأخطار مثلا من بين الأخطار لكي يواجهون هيار أجزاء من المناجم أو سقفه وتدفق الأوحال إذن هذا الخطر يهددهم ثم أيضا انفجارات الغاز والصخور أيضا هذا خطر يهدد عمال المناجم إضافة إلى الاختناق والتسمم بالغاز وأخيرا ممكن قلوا التسبب في الأمراض التنفسية والجلدية إذن هذه الأخطار التي ذكرنا هي بعض من الأخطار التي تهدد العمال في المناجم ننتقل لأستثمر إذن أنسج على منوال الأسلوب التالي الأسلوب لعنعنا ورغم ذلك كله فإن تعدين الفحم لا يزال عملا شاقا إذن نديرو أحد الجملة أو أحد العبارة فيها ورغم ذلك كله فإن وفيها لا يزال إذن مثلا ممكن نديرو أحد الأسلوب على الشكل التالي مثلا ممكن نقول ورغم ذلك كله فإن الاهتمام بالطاقات المتجددتي لا يزال غائبا في كثير من الدول إذن هذا أسلوب ممكن نديروه اعتمدنا فيه لا ورغم ذلك كله لا يزال ثانيا إذن في النص عندنا كلمة مثقاب إذن مثقاب هو اسم آلة على وزن مفعال المطلوب آتي باسم آلة من الثلاثي من الفعل الثلاثي على وزن هنا راه ماشي مفعال على وزن ما كنش اسم آلة على وزن مفعيل اسم الآلة هنا راه ربما بغوا يقصده مفعالون مفعالون وليس مفعيلون وكذلك غن ديرو اسم آلة على وزن مفعالون إذن مفعالون ممكن نديرو اسم آلة مثلا مبرادون من فعل بارادا من صعادون من فعل صعادا مقصون من فعل قصة إذن هذه كلها على وزن مفعالون ثم مفعالاتون إذن غن ديرو اسم آلة على وزن مفعالاتون مثلا مثلا إلى غير ذلك الثالثا استخرج من النص جمع مؤنث سالما في حالة رفع ثم جمع مؤنث سالما في حالة نصب وجمع مؤنث سالما في حالة جر إذن سنعود إلى النص وسنبحث عن مثال أو أكثر لكل حالة إذن جمع المؤنث السالما الوحيد لعنى في النصب حالة رفع هو هذا صمامات إذن هنا قد تكون هناك صمامات إذن عندنا تكون هذا ناصخ فعلي صمامات هذا اسم كان مرفوع بالضم الظاهرة على آخره إذن صمامات هذا جمع مؤنث سالم ينتهي بألف وتاء مبسوطة ومفرده هو صمامات ثم جمع مؤنث سالم في حالة نصب إذن في حالة نصب أيضا ثم أيضا جمع المؤنث السالم قلنا لي في حالة نصب عندنا فقط واحد في النص هو هذا التي تسير المركبات إذن هذه المركبات مفعول به منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم أما جمع المؤنث السالم في حالة جرفة عندنا عدة أمثلة في النص مثلا عندنا الطاقات مضاف إليه مجرور عندنا أيضا الطائرات أيضا مضاف إليه مجرور عندنا منتجات اسم مجرور ممكن أيضا محطات اسم مجرور إلى غير ذلك من الأمثلة إذن سنقول جمع مؤنث سالم في حالة رفعين قلنا هو صمامات ثم جمع مؤنث سالما في حالة نصب عندنا المركبات ثم جمع مؤنث سالما في حالة جرين عندنا قلنا الطاقات الطائرات منتجات محطات وأمثلة أخرى كثيرة في هذا النص رابعا لدينا أكتب نصا أنصح فيه بالحد من استعمال الطاقة الأحفورية النفط والغاز لما تلحقه بالبيئة من أضرار إذن ممكن أن نكتب نصا هكذا إذن نموذج مثلا سنقول إن استعمال الطاقات الأحفورية أو تتسبب في تلويث البيئة ومكوناتها من ماء وهواء وتربة مما ينعكس سلبا على صحة الإنسان والحيوان لهذا وجب الوعي بخطورة هذه الطاقات وتعويضها بالطاقات المتجددة في الاستعمال المنزلي وفي الزراعة والسقي والصناعة كالطاقة الشمسية والريحية والمائية خاصة وأنها طاقات نظيفة وصديقة للبيئة إذن هذا كل ما يتعلق بهذا النص أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله